أهلا بكم في ظل الحديث على توجه لتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على سلع أساسية بموجب توافق نيابي مع الحكومة طالبت النقابة العامة لتجارة الألبسة والأقمشة والأحذية بتخفيض ضريبة المبيعات عن قطاع الملابس والأحذية وقالت النقابة في بيان صحفي إن تخفيض ضريبة المبيعات على ملابس والأحذية تمثل أداة رئيسية لتحفيز الاقتصاد وتخفيض الأعباء عن المواطن خاصة في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها وبينت النقابة أن قطاع الألبسة والأحذية يشغل أكثر من 57 ألف عامل غالبيتهم عمالة محلية ويعيل أكثر من نصف مليون مواطن ناقش منتدى الاستثمار الأردني المغربي أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وفي مقدمتها صعوبة النقل والتنقل وتأشيرات العبور وبعض القيود المفروضة على التصدير والاستيراد وشهدت جلسات المنتدى توقيع مذكرة تأسيس مجلس أعمال أردني مغربي مشترك بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال المنتدى الاستثماري الأردني المغربي وتم خلال جلسات المنتدى عرض الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الغذائية والزراعة والخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية بالإضافة إلى الصناعات الدوائية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 38 مليون دولار عام 2017 انخفض إلى 31 مليون دولار عام 2018 بينما وصل لنحو 20 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام الماضي لديهم فرص استثمارية جديدة الأردن في موقعه الجغرافي وأمنه واستقراره وكذلك المغرب هو بوابة للأردن إلى أفريقيا في آخر زيارة جاهة الملك أكد أن يجب أن ننشط دور رجال الأعمال في كل بلدين لقاء الهدف ديالو هو التعرف من اقتصادين الاثنين ونشوفوا ما هم المجالات التي يمكننا نتعامل فيها نظر لأنه كان بزاف ديال الانسجامات ما بين اقتصاد المغربي واقتصاد الأردني وأنا يقين بأنه إن شاء الله سوف نعمل جميع من أجل تطوير هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية في مصلحة اقتصاد المغربي واقتصاد الأردني استقرت أسعار النفط عند 64 دولارا وتسعة وتسعين سنة للبرميل لخام برينت في جلسة تدول اليوم في ظل ترقب لتوقيع اتفاق تجاري في بحر هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين ومع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران أما معدل أسعار النفط ومشتقاته النفطية للأسبوع الماضي بحسب نشرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أصدرتها اليوم فقد ترى انخفاض طفيف على معدل أسعار النفط برينت مقارنة مع الأسبوع السابق بعد أن سجل ارتفاعا ملحوظا في معدل أسعاره للشهر الماضي أما المشتقات النفطية فقد أظهرت أن نشر أن معدل أسعار البنزين أكتان 95 سجلت انخفاضا طفيفا خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع الأسبوع الأول بعد أن سجلت ارتفاعا في الشهر الماضي أما البنزين 90 فقد سجل أيضا انخفاضا طفيفا في الأسبوع الثاني مقابل الأسبوع الأول من ذات الشهر في حين سجل ارتفاعا واضحا عن معدل أسعار شهر كانون الأول الماضي أما السولر فقد سجل انخفاضا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة مع الأسبوع الأول ليبلغ 606 دولارات تقريبا للطن الواحد كما سجل الكاز ارتفاعا بنسبة 1.8% في الأسبوع الثاني من العام الحالي ليبلغ 633 دولار و70 سنت للطن مقارنة بالأسبوع السابق أما الغاز فقد سجل استقرارا أيضا خلال الأسبوعين الأول والثاني من الشهر الحالي بعد أن سجل ارتفاعا في معدل أسعاره في شهر كانون الأول الماضي بنسبة بلغت 29.5% انخفض الرقم القياسي لكمية الانتاج الصناعي بنسبة 4.8% خلال أول 11 شهرا من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي دائرة الإحصاءات العامة أرجعت هذا التراجع إلى انخفاض الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات التحويلية بنسبة 6.13% والتي تشكل أهميتها النسبية 86% مقابل ارتفاع الرقم القياسي لكميات انتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.4% تقريبا والتي تشكل أهميتها النسبية 8.2% والرقم القياسي لكميات انتاج الكهرباء بنسبة 1.88% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.8% نفذ سائقو شاحنات في محافظة المفرق اعتصاما مفتوحا رفضا لتغول أصحاب المصانع في المحافظة في الأسعار سائقو الشاحنات قالوا أن اعتصامهم جاء بسبب الأضرار التي لحقت بهم جراء تعديل أجور النقل من قبل المقاولين التابعين لأحد المصانع في المحافظة حيث أن التعديل لم يتوافق مع أجور هيئة النقل وقانون الحمولات المحورية وطالبوا بتنفيذ مطالبهم والمتمثلة بإنصافهم بتحديد أجور النقل ووضع حد لتغول المقاولين في الأسعار والتي تستهدف سائقي شاحنات وتوحيد قانون الحمولات المحورية نحن أصحابين الشاحنات في محافظة المفرق كلنا مضررين يعني اللي مش قادر يدفع ايجار سائقو اللي مش قادر يركب كوشوك اللي مش قادر يرخص سيارته مطالبنا إحنا أنه بدنا أول شيء يوحدوننا قانون الحمولات المحورية بدنا أن أجورنا تكون على ضمن قانون الحمولات المحورية متعاهد اللي بأخذ العطاء إذا بأخذ بخمسين دينار بأعطين نياب لأرتين يعني حقوقنا مهظومة كل سيارات هذه اللي بتشوفها نصها منتهي ترخيصها الناس مش قادر ترخص احنا أول مشكلة صارت بيننا وبين المصنع بالنسبة للمقاولين تدني وجور القلابات وتقول بعض أصحاب المقاولين والشركات على الأسعار احنا نطلب من وزارة النقل مخمن للمصنع يحط بيننا وبين المصنع التسعير تفاعلت الأسواق المالية إيجابا مع توقيع الولايات المتحدة والصين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم اتفاقا أوليا لتجارة المقرر يوم الأربعاء والذي سينهي حربا تجارية دامت سنتين بين البلدين أسعار الذهب تراجعت في أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع مع أول صعود الأسهم الأسوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر أما الأسهم فقد استقرت في أوروبا وصعدت الأسهم الأسوية لأعلى مستوى لها في 19 شهرا في حين قاد اليوان الصيني الاتجاه السعودي للعملات التي تتأثر بالتجارة في معوض الدولار الأسترالي بعض الخسائر التي تكبدها في الآوينة الأخيرة